تشار مصاف النفط والمعامل المرخصة وغير المرخصة على أطراف مدينة كاركوك والتي تؤثر بشكل سلبي على الصحة والبيئة هذه المصاف التي ينبعث منها غاز الميثان والبروبان وغازات أخرى تلوث الهواء وتسبب أمراضا سرطانية مصادر التلوثية كبيرة وكثيرة المعامل خصوصا في محافظة كاركوك لدينا شركة نفط الشمال وغاز الشمال معمل اسمينت اللي عمره ناهز لأربعين سنة يعني معمل مفروضها سينتهي مفروض يفلش بالكامل أو إعادة تأهيل من قبل شركات أجنبية مديرية البيئة في كاركوك ترصد التلوث وتقوم بفحص دوري للهواء والماء والتربة وتحاسب المعامل والمصانع المخالفة للشروط البيئية وأن أغلب هذه المعامل يجب نقلها خارج المدينة وفق المحددات التي تضمن إبعاد خطر شمومها عن كاركوك نحن كمديرية البيئة كاركوك مهامنا متابعة البيئة من إذا سواء الجو الهواء أو الماء أو التربة عندنا فحوصات مستمرة وعندنا قراءات مستمرة أجهزة قياس نفحص نهر خاصة أما بخصوص معامل أكيد هناك معامل ملوثة تأثر على البيئة تأثر على الهواء تأثر على التربة ممكن تأثر على النهر مثلا على المصادر المائية فهذا لا طبعا أي إجراء مخالف نحن نتخذ بإجراءات قانونية من ضمنها معامل هواية نتخذين بإجراءات قانونية أكثر من مليون ونصف المليون موطن يتعرضون لإنبعاثات الغازات السامة من المعامل ومصاف النفط التي تخالف قوانين وشروط السلامة لذا يطالب المواطنون بإغلاق هذه المعامل من أجل سلامتهم سعدون السلطان قناة التغيير كاركوك